زوم صانتي زوم صانتي في زوم صانتي اليوم شارجع بيكم للرائدة الرسمي التونسي بتاريخ 28 جنف في 2022 يتم إصدار رسميا تحديد وتكوين واحدة تصرف حسب الأهداف لتركيز مشروع المدينة الطبية بالقيروان تحت شكون المدة العمل المدة العمل المتاحة الأهداف المتاحة المهيب وأكثر من هكا مشكون تتكون واحدة تصرف هذية أسأل بش نحاول ونجاوب عليهم مع زمينتنا سيوار بنحميد أهلا وسائل بيك سيوار مرحبا حايم كما قلت في 28 جنف في 2022 اصدار أمر رئيسي عدد 52 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جنف 2022 يتعلق أساسا بأحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتركيز مشروع المدينة الطبية في القيروان تحت إشراف شكون وحدة التصرف هذية؟ وحدة التصرف هذية بشكون بتبيعة تحت إشراف وزارة الدفاع وبتبيعة فم لجنة بشتقوم بمتابعة أشغال المشروع هذية شنوما أهداف المدينة الطبية بولاية القيروان الأهداف خلينا نفسرهم بطريقة بسيطة الأهداف هما تشييد مدينة مندمجة تتوفر فيها كل الإختصاصات الطبية تحسين البنية التحتية الصحية كما نعرف لولاية القيروان تعاني كما الولايات الكل من تردي البنية التحتية خاصة في مستوى قطاع الصحة من خلال تركيز هيكل صحية استشفائية مدنية عسكرية مؤسسة تعليم عالي ومجمعات صناعية وتجارية تجمعات سكنية زادة ومشاريع موسين الهدف منها هو أساسا تقريب الخدمات من متساكني ولاية الجنوب والوسط الغربي وخلق ديناميكية اقتصادية وتوفير موات شغل جديدة شنوه الدور متاع وحدة التصرف حسب الأهداف لتركيز مجروع المدينة الطبية بالقيروان شنوه تعمل بالظبط؟ من أهم الأهداف اللي يرنوا إلى تحقيقها من خلال المشروع هذية هو أساسا وضع الخطوط المرجعية لدراسات المتعلقة بالمشروع على أساس إحداث مدينة طبية مندمجة تبقى كما قلنا لما ورد في الفصل الثاني إعداد العناصر المرجعية وكراسات الشروط وكل الوثائق الإدارية والفنية اللازمة لاختيار مكتب الدراسات الهدف الثالث هو تكليف مكتب أو مكتب دراسات لإنجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع ومتابعة أعماله المسادقة على الدراسات الفنية للمشروع متابعة إنجاز أشغال التهيئة اختيار الشكل القانوني الملائم للهيكل عفواً اللي يتولى الإشراف على إنجاز المشروع ومتابعة تركيزه مع تحديد الأطراف الاقتصادية والعمومية المعنية بممارسة نشطها بفضائة المشروع نحكي وزيد على اقتراح الإطار التشريعي والترتيب المختلف أوجه المعاملات بفضائة المشروع ووضع أيضاً خطة للتعريف بالمشروع وتسويقه لجلب المستثمرين وطنياً الدولين يظهر للنقطة هذه مهمة برشا حي مقتل نحكيه على جلب المستثمرين لولاية القيروية كيفاش يتم تقييم المشروع هذية؟ بتبيع المشروع هذية بش يتم تقييمه من خلال وحدة التصرف فما لجنة بش تقوم بتقييم المشروع هذية بش تقوم بتقدم إنجاز مكونات المشروع ومداء استجابتها للأهداف المرسومة بش تقوم زيدها بمعاينة كلفة المشروع مقارنة بالتقديرات واستناداً إلى المقاييس المعتمدة لأنه الكلفة تنجم تكون أكثر من الكلفة التقديرية بش تقوم زيدها بمعاينة نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات والالتزام بمقاييس الجودة بش تقوم زيدها برصد الصعوبات لإعترض التنفيذ المشروع وكيفية تجاوزها وبمرجعية الدراسات والتدخلات اللاحقة لتعديل المشروع وهذا حسب ما جاء في الفصل الخامس للمرسوم تحت إشراف ووزير الدفاع هذا متأكدين منه ولكن متكون مشكون اللجنة هذه اللجنة هذه تتكون من ممثل على رئيسة الجمهورية ممثل على رئيسة الحكومة ممثل عن وزارة المالية ممثل آخر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ممثل عن وزارة الصناعة والمناجم والتاقة ممثل عن وزارة التجارة وتنمية الصديرات وممثل عن وزارة الفلاحة والمهورة المائية والصيد البحري ممثل عن وزارة الصحة ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برشة وزارات اللي هما معلتها في علاقة بالموضوع هذا يمزلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثل منها أيضا ممثل من وزارة تكنولوجيا الاتصال ممثل عن وزارة التجهيز والإسكين وممثل عن وزارة أملك الدولة والشؤون العقارية وزارة البيئة وممثل أخيرا عن الهيئة العامة لشاركة بين القطاع العام والخاص وبرشة ممثلين لأن الموضوع هذية في برشة أطراف من داخلها كما تعرف مدة العمل بيش تكون عامين قابلة للتجديد بعام آخر هذا حسب اللي كان صدر في رايد الرسم بتاريخ 28 جامع في 2022 كانت هذه قيرة تفصيلية لوحدة التصرف كيفيش عليه الأهداف متاح شنو العمل ودوره هذة وأكثر تعودوا تستمولوا في تحقيقنا لليوم في زوم سنتي زوم سنتي